يهلا اليوم رح نعمل مع بعض أول وصفة من حلويات العيد وصفة كتير تقليدية عندنا بفلسطين ما بيخلم منها بيت ومنعملها بكميات كتير كبيرة كأكل أساور الفلسطيني بلسميد بتمنى الفيديو اليوم يعجبكوا تدعموني باللايك وإذا لسه مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي أول بأول المعروف إن وصفات الكعك والمعمولة اللي بالسميد بتاخد مننا وقته مجهود لكن اليوم رح نبسطها ونعملها بسرعة وبنفس اليوم ما رح تحتاجي إنك تبسي السميد أو تنقعيه أكتر مني ويلا نبدأ بسم الله طريقة التحضير عندي هان ثلاث أكواب من السميد السميد اللي أنا استخدمته سميد الفرخة وكمية المادة الدهنية اللي رح نستخدمها هي كوبين ممكن تستخدمي زي ما أنا مستخدمها عندي هان كوب من السمنة وكوب من الزيت النباتي بتقدر تستخدمي الكوبين سمنة أو الكوبين زبدة لكن أنا بفضل إنك ما تستخدمي الكوبين زيت نباتي السمنة والزبدة بتعطينا نكهة كتير ألز وبدي أحكيلك كمان إنه السمنة أو الزبدة لازم تكون سايحة لكن مش سخنة يعني ما تجدحيها على النار وبعدين تضيفيها لإنك إذا ضفتيها وهي سخنة كتير بتتحمر معنا حبات السميد وما رح تتفتح وتشرب المادة الدهنية بدي أحكيلك هان إنه أي كوب بدك تستخدميه في الوصفة بتقدري المهم إنك تعايري فيه كل المكونات أنا الكوب اللي استخدمته ساعته 250 ملي أنت أي كوب متوفر عندك بتقدري تستخدميه بدي أخلط المكونات هذي كتير منيح مع بعض وأغلف الصحن بكيس نايلون وأتركه على الجنب لمدة ساعتين عشان تتفتح عندي حبات السميد ممكن بعضكو يفكر إنه الكمية الدهن هذي كتير كبيرة على هاي الكمية من السميد لكن ما تجد إحنا بنا إياه بس يسرع عملية التفتيح ورح نضيف بعد هيك باقي المكونات الجافة وبدأ أبدأها الحين أحضر الحشوة الكعكة الفلسطينية ما بين حشاء إلا بالعجوة أهم إشي إنه تكون العجوة عندك لينة وطرية عشان تمت جوة الكعكة الإضافات اللي رح نضيفها على العجوة حسب رغبتك أنا بحب أضيف معلجتين كبار من السمسم ومعلجة صغيرة من القرفة ونص معلجة من محلب المطحون وتقريبا معلجتين من السمنة أو الزبلة ورح أخلط المكوناتها دي كتير منيح مع بعض عشان أقدر أشكلها إذا العجوة عندك كانت مش لينة حاول إنك تدخليها الميكرويف 30 ثانية أو بتسخنيها في مجلاية على النار لحد ما تطرع عندك بدي أبدأها الحين أشكلها بدي أستخدم المعلجة المعيرية عشان تطلع معايا كل الحبات بنفس الحجم طبعا للكعك لازم نشكلها على شكل أصابع بعكس المعمول المعمول بنعمله على شكل دوائر أو كؤر التحضير المسبق للكعك والمعمول كتير بسهل علينا الشغل بدي أحضر كل الكمية بنفس الطريقة شايفين هان طلعوا معايا كلهم بنفس الحجم عندي هان السميد بعد ساعتين شايفين كيف لونه وقوامه تغير وتشرب كل مادة دهنية بدي أحكي لك هان شغلة إذا حسيت إنه السميد ما شرب معاك المادة الدهنية ما تجلقي في طريقة إنك تحلي الموضوع فيها بتحطيه بالعجانة أو بتخلطيه مضرب الكيك بس لمدة دقيقتين مش أكتر من هيك حتلاقي لحاله اتفتحت حباته وعندي هان كمان تلتة كواب من لطحين أي طحين متوفرة عندك وربع كوب من السمسم المحمص ومعلكتين كبار من كل فتلكعك اللي هي شومر وينسون وربع كوب من الحليب البودرة ومعلقة صغيرة من المحلب المطحون ورشة ملح وعندي هان نصف معلقة صغيرة من الخميرة ورح أضيف عليه حوالي ربع معلقة من المستكة السائلة بتقدر تستخدم المستكة لحب تطحنيها مع معلقة سكر هل حين أبدي أخلط كل المكونات هادي كتير منيح مع بعض بالأول أنا استخدمت المعلقة عشان لطحين ما يطاير عندي وبعد هيك حبت أخلطه بإيدي لازم نبسه مع بعض كتير منيح لحتى تداخل حبات لطحين مع حبات السميد والمادة الدهنية طريقة البس زي ما انت شايفاها بكافة الين من جوة بالطريقة هاي بدي أستمر في هاي العملية لحد ما تختفي عندي كل كمية لطحين وتتجانس مع باقي المواد عندي هنا كوب ونص من المي الفاترة ما بضيف المي كلها مرة واحدة رح أضيف أول إشي كوب وأخلط وأشوف إذا احتاج معايا أكتر من الكوب بضيفه بالتدريج ممكن تأخذ معايا لحد اتنين كوب من المي الفاترة وعشان نخلط فيها المي ما بنستخدم طريقة العجل بنستخدم طريقة اللم والردم زي ما انت شايفا زي ما انت ملاحظة العجينة عندي لساتها ناشفة ومحتاجة كمان مية رح أضيف عليها كل كمية المية اللي ضايلة عندي وأشربها المي منيح ورح أقلبها وأتأكد أنه ما في منتحد أي سوائل هيك العجينة عندي جاهزة رح أورجيكي قطعة كيف ممكن تختبريها وتأكدي أنها شربت مي كفايتها تأخذ قطعة صغيرة وبتكوريها وبتعمليها على شكل أصبع وبتلف فيها بتبرميها إذا لاحظت أنه ما فيها أي شقوق بتكون هيك جاهزة إذا كان فيها شقوق بتحتاج كمان حوالي ربع كوب من المية بدي أترك العجين من نص ساعة على ساعة يرتاح قبل ما أبدأ التشكيل رح أبدأها الحين في عملية التشكيل طول ما أنت بتشتغلي أهم إشي العجين تكون عندك مغطية بالنيلون وبفوتة المطبخ ما تخليها مكشوفة عشان ما تنشف عندك وإذا حستي إنها نشفت رشي رش صغيرة كتير من المية على العجين بأخذ قطعة حجمها تقريباً العشرين جرام أول إشي بحركها في إيدي بهذا الشكل بعدين بدي أبرمها على شكل طولي وأضغط عليها بأصابع إيدي بعد هيك بدي أحشيها بالعجوة لمحضرها طول العجوة نفس طول العجينة بلمها الحين العجينة على العجوة بسكرها كتير منيح زي ما أنت شايفة ورح أفردها بطراف أصابع للطول المناسب بعد هيك ببرمها على شكل إسوارة وهيك صارت عندي جاهزة بحطها على الصينية ما بحتاج أدهن الصينية أو إني أغلفها بورك زبدة لأنه كمية الدهون الموجودة فيها ما بتخليها تلزق بالصينية حبيتها إني أورجيكو طريقة التشكيل من زاوية تانية أقرب لكو ممكن تكون هاي الناحية أوضح لكو أهم إشي إنك ما تخلي العجوة تبين من العجينة حاول إني كتغل فيها بشكل تام كل ما تمديها بشكل طولي بتنمد العجوة جوة العجينة شكلها كتير مرتب وأنيق وحجمها كتير صغير أنا ما بفضل الكعك يكون حجمه كتير كبير بفضل يكون بهذا الحجم لما تبدأ تشكيل أول صينية بدك تكون مولع الفرن على درجة حرارة 200 وأول ما تجهز عندك أول صينية على طول بتدخليها الفرن ما بتستني عليها برة وبتدخليها الفرن أول ما تاخد لون من تحت وتبدأ تتحرك من صينية إذا هزتيها بتشغلي عليها الشوايا تعطيها لون دهبي من فوق ما بتاخد معاك في الفرن أكتر من خمس لسبع دقائق إذا طولت في الفرن أكتر من سبع دقائق بتنشف العجوة من جواها بتصيري وإنتي بتأكل فيها تفصل العجوة عن العجينة طولي الأداء عشاني قدم نفسي فيه كتير لا يا ماما دقائق وبيكون مأدن ورح أخليك الدقيق أول واحدة وهيكا ما شاء الله تبارك الله بعد ما صار عندي جاهز وطلع من الفرن هاي درجة تحميل المناسبة إليه من تحت ومن فوق أخذ لون ده بحلو شوفوا لي بالله القوام كيف هش وطري وأول ما تحطيه بتمك بدوب دوب دوبان يسلموا ديك يا ماما كتير كتير وما رح نخلي للعيد ولا حب ما تجلقي رح نعمل كمان غيره كتير الكمية هاي عملت معاي أربع صواني فرن بتمنى أني أكون في الفيديو هذا أعطيتكم كل الأفكار وكل الأسرار عشان تاكلي كعك معمول على الأصول وهام إشي أنك بتحضريه في نفس اليوم ما بتحتاجي وقت لتحضيره وهيك بكون خلصت معاكم الفيديو إذا عجبكم لا تنسوا اللايك وإذا أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل جديد ولسه إن شاء الله مكملين بحلويات العيد مع بعض أشوفوا بالفيديو الجاي صحة وعافية